بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في تعليق بيقول لي لو عملوا حل الدولتين وأصبح للفلسطينية دولة مستقلة هتبقى مثلها مثل الدول العربية يعني هتبقى كلب من كلاب الحراسة أقول له أو أنا جوبته أولا عايز أقول لكم حاجة جماعة مسألة حل الدولتين ده أصلا كانوا الأمريكان عايزينها على النمط اللي هو التعليق ده جاي عليه يعني كانوا عايزين يعملوا محمود عباس هو الزعيم لكن المقاومة الحقيقية في غزة أفسدت الموضوع فاكرين أنت زمان يا فلسطينية أيام حكومة سلام فياض ومحاولة الوحدة ومشعر فيه بتاع طبعا كانوا عايزين عباس يركع المقاومة ما قدرش عباس وكده فكان هم فعلا الصلاة عايزين يعملوا حاجة زي الحكم الذاتي والحكم الذاتي ده يا ابو الشباب يعني ما ليكش دعوة بالجيش ولا ليك دعوة بالخارجية زي حكومة محلية كده تدير الشؤون الداخلية وشرطة محلية تضرب اللي إسرائيل تأمر بضربه ده التصور بتاع الأخ أنا أقول لك المقاومة أفسدت الموضوع ده والمقاومة اللي أفسدت الموضوع ده مش هترجع تقبل به الوقت بعد حل الدولتين مسألة مش منطقية وبعدين المقاومة لما تعمل دولة غير لما سايكس بيكو هم اللي يعملوا دولة يعني سايكس بيكو لما عملوا دول في الحقيقة هي مش دول في الحقيقة هي كلاب حراسة عصبات من كلاب الحراسة تنهش الناس وتضربهم وتحبسهم يعني حرات سيقن وكلاب حراسة ما همش دول دي حقيقتهم لكن المقاومة لما يكون الإدارة مخلصة والمقاومة مخلصة وتعمل دولة حقيقية لسيما أن الصراع العالمي الوقتي بيخدم الفلسطينية وبيخدم المسلمين بشكل عام حبيت بس ألمه إلى هذه النقطة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم